بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله في مجموع الفتاوى وإذا كان الكفر والفسوق والعسيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر بالمعروف عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا إذ الإنسان ظلوم جهول والظلم والجهل أنواع فيكون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر مقصود بن تيمي رحمه الله أن ذنوب العباد تختلف وتتفاوت هناك من يكفر ومن يفسق ومن يعصي وهناك الرجل يذنب أو الطائفة تذنب وطائفة أخرى يكون ذنبها أنها تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو حاصل في كثير من الناس غالب الناس إذا رأوا المنكر لا ينكروه وهذا إقرار مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر درجات إنكار المنكر وهو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني حينما يرى الإنسان منكر من المنكرات مثلا حفلات غناء أو شرب خمور أو أندية ليلية أو نساء متبرجات أو رجال تاركين للصلاة أو غيرها يجب أن ينكر هذا المنكر ولو في قلبه وللأسف كثير من الناس يعني مثلا نكون أحيانا في بعض المجالس بعض الإخوة لا يصلون فتجد بعض البعض لا ينكر ولو في قلبه أن فلان لا يصلي إمرأة متبرجة لا ينكر عليها التبرج ولو في قلبه فلان يتعامل في البنك أو مؤسسة ربوية أو قمار أو ميسر لا تجد بل أحيانا إذا ربح أحدهم جائزت يا نصيب نجد أن الناس يهنئونه بهذا الميسر أو القمار الذي حصل عليه وهنا ابن تيمي رحمه الله يذكر أن هذا من ذنوب العباد والذنب الآخر وهو أن ينكر إنكارا منهيا عنه يعني إما أن ينكر شيء ليس منكر أو ينكر بطريقة غير شرعية مثل ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم فقال له يا محمد اعدل سبحان الله من يعدل إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أنكر إنكارا منهيا عنه وزعم أنه يريد من النبي عليه الصلاة والسلام العذل وهذا من إنكار السفهاء ينكرون بغير علم ولا حج ولا دليل وهنا ابن تيمي رحمه الله يبين هذه المسألة بعض الناس يستغرب لماذا نزل به البلاء ويقول يا ربي أنا ما بأعمل ذنوب عدم إنكار المنكر أو ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه ذنب من الذنوب لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في كتابه وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون جعل الله تعالى الفلاح مقرونا بهم وإذا أفلح الإنسان كان من أهل الجنة وأهل الإيمان لأن الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون في آخر الآيات قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون وفي آية أخرى قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وجعل الله تعالى هذا الأمر سببا في الولاية بين المؤمنين فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لماذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم ولذلك لا يستغرب بعض الناس أنه من سيئاته أنه لا ينكر المنكر أو لا يأمر بالمعروف لأن هذا الأمر وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر من شعائر الله عز وجل وتعظيمها يدخل في قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وتركها ترك لجزء من دين الله تعالى ولربما لحقته اللعنة التي لحقت بني إسرائيل حينما لعنهم الله تعالى في كتابه على لسان أنبيائه فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه سبب اللعنة أنهم لا يتنهون عن منكر فعلوه ونعوذ بالله أن تدركنا هذه اللعنة فنلعن على ألسنة أنبيائنا أو نلعن عند الله عز وجل بترك شعيرة أمرنا الله تعالى بالقيام بها نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم